كان رئيس مجلس الوزراء قد استهل زيارته لمحافظة ضمياط بتفقد أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق مدخل مدينة ضمياط حيث أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه من خلال الزيارات الميدانية للمحافظات على التعرف على أرض الواقع على معدلات تنفيذ المشروعات التي يتم تنفيذها سعيا لسرعة دخولها الخدمة بما يسهم في رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ترجمة نانسي قنقر